كما كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتنظيم برامج لسكان وحدات بديل العشوائيات من برامج اجتماعية وصحية وثقافية ورياضية بما يسهم في تكوين وبناء الإنسان المصري جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة خطة تطوير جزيرة الوراق وأكد رئيس مجلس الوزراء أيضا استمرار جهود الحكومة لتطوير جزيرة الوراق ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بما يسهم في تعزيز الميزة النسبية والقيمة الاقتصادية لهذا الموقع المميز وأيضا تحسين ظروف الحياة لقاتل الجزيرة كما وجه بسرعة صرف التعويضات للمستحقين وكذلك سرعة تأثيس الوحدات البديلة التي تولت وزارة الإسكان تنفيذها كما يضمن انتقال مستحقها في أقرب وقت كما وجه مدبوليس لصندوق التنمية الحضرية بالتنصيق مع وزارة التضامن الاجتماعي كما يتم تأجير المحال والأسواق والمناطق التجارية بمشروع معا بديل العشوائيات كأنشطة اقتصادية لسكان هذه المناطق